النجم الراحل نور الشريف أيقونة فنية بكل المقاييس حفر اسمه بأحرف من ذهب بفضل أعمالي والأدوار الهم التي قدمها طيلة مشواره الفنية الكبيرة ولد بمنطقة الخليفة بالقاهرة في الثامن والعشرين من أبريل عام الف وتسعمائة وستة وأربعين باسم محمد جابر أشرف على تربيته عمه إسماعيل بعد وفاة والده بعد ولادته بعام حبه للتمثيل كان منذ صغري حيث انضم لفريق التمثيل بالمدرسة كان لاعبا في أجبال نادي الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم مفضلا التمثيل حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المصرحية بتقدير امتياز وكان الأول على دفعة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين تزوج من الممثلة بوسي واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الفراق عام الفين وستة ثم عاد مرة أخرى عام الفين وخمسة عشر ولهما بنتيهما صارى ومية قدم الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المصرحة ما يقرب من مائتي وثلاثين عمل فني متنوع له سبعة أفلام ضمن قائمة أفضل مائة فيلم في ذاكرة السينما المصرية في عام الفين واربعة عشر بدأ ينسحب من الحياة الفنية بسبب تظهر حالته الصحية إلى أن رحل عن عالمنا عن عمر ناهز تسعة وستين عاما في الحادي عشر من أغسطس عام الفين وخمسة عشر بعد صراع مع المرض ليفتقد الفن المصري واحدا من أهم رموزه وأساطيره ولكنه ترقى ثورة هائلة من الأعمال الفنية المختلفة ما زالت باقية عند الجمهور ترجمة نانسي قنقر